تقدم جديد تحرزه المقاومة الشعبية في مديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز وقالت مصادر ميدانية إن مجامع من المقاومة نفذت هجوما في الجهة الشرقية من المديرية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي منذ أكثر من أربعة أشهر محققة تقدما واسعا في الجبهة التقدم جرى وسط مواجهات عنيفة شهدتها مناطق عدة بعد تبادل قصف مدفعي بين المقاومة وعناصر الميليشيا المتمركزة في جبل ذي وعيش وسيطرت المقاومة على مواقع بين منطقتين العلاقمة والضريفة كما قابل هذه السيطرة أيضا تقدم آخر من جبال المنصورة المحاذية يعخذ هذا الإنجاز أهميته من الأهمية الاستراتيجية للمواقع حيث سيسمح للمقاومة بالدخول إلى مركز مديرية الوازعية من عدة اتجاهات في حال قررت تحريرها نهائيا كما أكدت المصادر أيضا أن المقاومة تسعى لفرض سيطرتها الكاملة على مفرق الأحيوق والذي يربط مناطق المديرية بمنطقة العمري محذرا في حال فشلت المقاومة في تأمينه من تمكن الميليشيا من الالتفاف على قوات الجيش في منطقة العمري وذلك سيعيق أي تقدم للجيش والمقاومة هناك في الإطار الذي يسعى فيه الجيش الوطني والمقاومة لتأمين كافة المنافذ أمام الميليشيا جرت أيضا في الجبهة الغربية من المدينة مواجهات عنفة بين الجيش الوطني والميليشيا انتهت بإحكام الجيش والمقاومة سيطرتهما على موقع الحرم غرب جبل المنعم الاستراتيجي كما قصفت مدفعية الجيش مواقع للميليشيا المتمركزة في تبة الخلوة والسوداء غرب مدينة تعز اشتركوا في القناة